مع تنام الدور الإيراني السلبي في منطقة الشرق الأوسط وقع أكثر من خمسين عضوا جمهوريين بالكونغرس الأمريكي على رسالة لوزير الخارجية جون كاري تطالبه بإعادة النظر في السياسة الحالية التي تتبعها الإدارة الأمريكية مع إيران والتي أظهرت راجع الدور الأمريكي في المنطقة لصالح طهران وعبرت القيادات التشريعية بالكونغرس عن قلقها العميق حيال التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها إيران في المنطقة خاصة خلال الأسبوع القليلة الماضية والتي أدت إلى تطورات خطيرة منها قطع المملكة العربية السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع طهران إيران واحدة من أكبر ممول الإرهاب على مستوى العالم خلال 35 عاما فكيف لنا نشيد بسياسة إيران في الوقت الذي يقوم به حلفاؤنا في منطقة الخليج بالابتعاد عن إيران ويقطعون علاقتهم الدبلوماسية معها واستعرضت الرسالة التاريخ الحافل لإيران في انتهاكها للقانون الدولي والإنساني وتجاربها على الصبريخ الباليستية بالإضافة إلى تمويلها وتدريبها والدعمها للجماعات الإرهابية على مدى ثلاثة عقود نحن ندرك بأن إيران بمثابة بنك مركزي للإرهاب في المنطقة وهم يدعمون العديد من المنظمات الإرهابية وهم مسؤولون عن حالة عدم الاستقرار بدعمهم لميليشيات حزب الله وزعزعة أمن واستقرار البحرين واليمن ورفضت القيادات الجمهورية التبريرات المستمرة للإدارات الديمقراطية الساعية لإنجاح الاتفاق النووي مع إيران مقابل التغاضي عن التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها في المنطقة على الرغم من الزخم الإقليمي ضد حكومة طهران الماضية في دعم نظام بشار الأسد وميليشياته الإرهابية إيران ضعفت تأييدها لسوليا ونظام الأسد ودعمهما للميليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان وفي البحرين هذه تطورات سيئة للغاية إيران يجب أن تكون جزءا من الأسرة الدولية وبالاتفاق النووي كان يجب عليها أن تتصرف بشكل أكثر مسؤولية لكن للأسف السياسة الإيرانية تتجه نحو الأسوأ أناقلق للغاية وتطرقت الرسالة إلى الجهود التي تبدلها المملكة لإقامة تحالف لمكافعة الإرهاب في المنطقة والدور المتنامي لها على الصحة الإقليمية وتزامنت الرسالة الجمهورية مع الضغوطات التي تمارسها القيادات التجارية بالكونغرس على الإدارة الأمريكية للإسرائيل بتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران نتيجة لتجاربها على الصوريخ الباليستية التي أثبتت عجز الإدارة الأمريكية عن مواجهة الخروقات الإيرانية المتكررة حصل في زيتون الإخبارية نيويورك ترجمة نانسي قنقر